المعلول النهاردة بيوصل للمساهمة رقم 20 لهذا الموسم مع نادي الآية سواء بالتسجيل 6 هدف أو بالصناعة 14 هدف ورقة مؤسرة جداً وحتى هذه اللحظة مارس الكولر ما بيقدرش يسحبه في أي لحظة أكيد من يوم في المية بس يعني أنا شايف إن حسين الشحات ومجود حسين الشحات في الجابهة لأسرة فرق قوي في الزيادة الهجومية كان كل زيادة بالنسبة على علي معلول كانت محسوبة كان في توزيع من مارس الكولر على الأحمال اللي ممكن علي معلول إن هو يشتغل عليها في الحتة الهجومية والدليل على كده إن الغاية تديها تسعين شايفين إن علي معلول مؤثر هجومياً الأهلي النهاردة كريم اللي ساعد برضو على فكرة إن القصة والحمل كله ما يبقاش على علي معلول أو حتى كمان حسين الشحات إن هو جرب أنماط اللعب اللي إحنا شفنا الأهلي فعال فيها في المباريات اللي فاتت كان فيه كور طولية وكان فيه كور عميقة وتمريرات بينية ومنهم واحدة أو اثنين لمحمد شريف في الشوت الثاني محمد شريف يعني ما استغلهمش بالشكل الأمثل علي معلول من اللعيبة الزكية جداً يا كريم اللي إحنا بنشوفهم أليل في الكرة المصرية اللعيبة اللي بتعرف توزع المجهود بتاعها على مدارة 90 ديئة بشكل جيد جداً واللي مساعدوا على كده مارس الكولر أنا ما شفتش ان علي معلول هجومياً بالزيادة الكبيرة اللي كان عليها علي معلول في السنين اللي فاتت والمباريات اللي فاتت لك في نفس الوقت كان بيعرف يوزع مجهوده تلاقيه في أول المباراة موجود تلاقيه في نص المباراة موجود وتلاقيه في آخر الدقيق موجود ويعني حسين الشاحات بيعمل كل حاجة في الكورة بقاله فترة وبيساعد علي معلول وبيساعد كمان السنائي اللي بيلعم معاه في هجوم النادي الأهلي في ان هو يبقى مؤثر على مدار فترات المباراة فعلي معلول شابوه على فكرة ان هو بالزكاء الكافي ان هو ما يبنش بدنياً قليلاً في أي وقت من الأوقات لكن مارسل كولر لازم يفكر ان علي معلول في المباراة القادمة بالنسبة للدوري غير المباراة المهمة او مع المنافسين المباشرين ان علي معلول لازم ياخد دقيقة راحة اهلي داخل على معترب قوي جداً في المباراة القادمة موطن مباراة سموحة اللي دي بالضبط بالضبط ترجمة نانسي قنقر